سلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كنت تشوفوا معي نحضر واحد الحلوى اللي صراحة كاتجي مميز وكاتجي بديدة بزف واحد طريقة اللي هي سهلة بزف ومكونات ايضا هي مطفرة في البيت بدون بيت وكان حصول واحد الحلوى دي الصبيب الشوكولات اللي صراحة كاتجي رقي بزف كانت من الصراحة انكم متجربوها كانت من تشوفكم الحلقة اليوم وقبل ممرون طريقة تحضر اللي بقى مشاركة جماعية في القناة تقدر نزال اشتراك ثم تفعل الجلس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد ودبا خليكم مع الطريقة تحضر فبالنسبة الطريقة والمقادر اول حاجة كانت احتاج 250 جرام دي الصبتات ريال اللي كانت تكون دائم ممنوعية جيدة وكانت ضيف ليها هنا نصف كاس دي السكر غلاسين بعدما غربنا هنا بالنسبة العبر فانا كانت عبر بكاس صغير ماشي كاس دي العنبه وكان ضيف نصف كاس ديال زيت نباتية يعني دائما كان عبره بنفس الكاس وكان ضيف شوية ديال ملحة ودبا كان خلط كل شي مزيان موسيقى 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 قهوة تستريع الدوابن و نرجع و نخلط و هنا بعد ما خلط كل شي مزيان فهنا نضيفه نصف كاس النشاء او الميزين او دائما نعبره بنفس الكاس و هنا نضيفه اربع كاسر زنجلان محمر كيمكن لكم تعودوا هنا بجوج معلقة زنجلان و هنا نرجع و نخلط و هنا نضيفه حمل عقا كبيره بودرة كاكاو و نرجع و نخلط و هنا في الاخير نضيف ملعقة صغيرة للخميرات الحلوى و نضيف دقيق الابيض الخاص بالحلويات بعد ما غرب التوم مقبل هنا نضيفه بشوي بشوي الخليط و انا نجمع في العجينة حتى نحصل على العجينة الصبلي اللي تكون رطبة هنا بالنسبة للعجينة رعما كان عجين وشي فقط غير نجمع مكونات مع بعضها هذا لكي نحصل على الحلوى اللي تجمعها شوكا جينا رطبة و عمقا يعني مستمر به الطريقة حتى نكمل كمية الدقيق اللي عندي و ايضا حتى نحصل على العجين لكي نرطب و نايم بعد ما ساعدت فهنا نحصل على العجينة اللي تكون رطبة بعد تشكلها دا كيف تلاحظو معي فضرور ستجيبها تشكلها دا لكي نحصل على الحلوى اللي تجهشي شوكا جلدي دا في المطاق دياله فهنا بعد ما كان ساعدت فهنا مباشرة يمكننا ايضا خلوها ترتاح واحد مدة دي العشرة لكي نحتاج مشكلة هناك ناخد العجين دا اللي كنحرب له بها تشكل هذا هناك بعد ما نحرب له مزيان هناك ناخد و نقطع العجين الى الشكل الصابع يعني في القياس اللي انا بغت نستعمل حلوى ديالي وشان نستعمل حلوى كبيرة ولا صغيرة ولكن كنظن بان بالنسبة للحلوى تدو ديال الصابع اللي كيكونوا فيهم الشكلات بزا كنظن لانه احسن نستعملهم صغرين هيدا وش كيجونا مزيونين سواء قدمناهم في بلاتو او في طفصل ديال الحلوى فكيجونا يعني في المنظر ديالهم كيجونا مقدين وكيجونا مزياني هناك بعد ما كان قطعهم للشكل اصابع هناك نحاول انني نلساق العجين مع بعثياته ونعطيها الشكل دياله يعني ديالشكل دائري يعني كيكون مقدم زيان ودروري كان تبت العجين زيان مع بعثياته فبالنسبة للجيناره يعني دغيان كتتبت العبثياته مزيان ومن بعد ما كان سالو فكن حسنه على الحلوى كتجيبها تشكل هذا هنا مباشرة كنعملها فوق السينية اللي عند دخلها الفران بعد ما مثل الورقة ديال السبدة وكمقى يعني مستمره من نفس طريقة حتى كنكمل كمية ديالعجين اللي عندي كاملة موسيقى ودعبا بعد ما كان سالو فمباشرة كان دخل الحلوى ديالفران درجة حرارة 180 درجة بعد ما كان ساخن الفران مقبير وكندخل الحلوى ديالنسبة للحلوى رغم ما كتاخدش الوقت بزا فقط بمجرد 11 دقائق حتى 15 دقيقة وكندخل الحلوى ديالنه وانا بعد ما كتب الحلوى ديالنه كتجيبها تشكل هذا يعني كتجيب حافظة على الشكل دياله وكيف قلت لكم فهي ما كتاخدش الوقت بزا فران انا بعد ما كنخرجوها كنخلي واحدة كتبرد مزيان اهد كنزينوها فبالنسبة للزيان فان انا احتاجت شوكلاة الاسود بعد ما دو طريقة ديالحمه وضفت له شوية ديالسيت كي يجيب هاتشكله هدا كي يجي خفيف واحد شوية وهناي كنضيف له عندي شوية ديال اللوز كونكاسين بعد ما حمرته فكنضيف للشوكلاة وكنخلطت مزيان كيمكنكم تعودوا اللوز بالكوكا والكونكاسي اما فقط كتكتافوه بالشوكلاة موسيقى 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 وهناي كان بدأت تزين الحلوة فهناي كان اخدت الحلوة اللي كان اغطسها مزيان في الشوكلاة ودائما كان احايده ذلك الزيتة وكان ارجع الحلوة ديالسينية اللي عندي فيها الورق ديالزودة كيمكنكم يعني تعودوا الورق ديالزودة بشي بلاستيك اللي كيكون اغليط عددتها وكيجي مزيان وكيف شوتوا الطريقة فهي سعلا فانا اقام السمرة من نفس الطريقة وكان اكمل الحلوة اللي عندي كيمكنكم تعودوا الشوكلاة الاسود يعني بالشوكلاة الابيض دائما كانت عملوا حسب الضوء ديالكم وانا حسب اللي متوفر عندكم موسيقى 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 من اما كتنق ㅇري اما كتتقدنوا الحلوة بهذه الشكل هذا اما كتنق вч ع俺د رادي اب прям شكراة ابيض في هالله الأبيض خاصة بالشوكلاة وهنا عندي شوكلاة الابيض بعد ما مصوت بهم الوريدات كيجوا بهذه الشكل هذا وهنا هي عندي شوية ذي ل cidade الشوكلاة الابيض مدوب أندس فهو شوية ديالوريدة وكنلى اسم القديم никوان النسيلا وكنل esos الأزيات هLa هاتشكل هذا الفاننسيلا فهو كيبقى اختياري لحسب اللي بغيتو اي ما كتكتفوا فقط انكم كتقدموا الحلوة ديكم بعد الشكل هذا فانا مقام السمرة من نفس طريقة حتى كنكمل الحلوة اللي عندي كاملة موسيقى 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 ونين بعد ما كنت سهلي فك نقدم الحلوة دينا بعد الشكل هدالي صراحة كتجي رقية في المندات دياله واحترى المدق دياله صراحة كتجي لديدة لديدة بساف كانت منى انكم تجربوها كتجي شيش بمدق دياله شكلت كانت منى انكم تجربوها كانت منى ان تكون اجبتكم الحلقة اليوم ودى اجبتكم الحلقة بما تنسوا من الاعجاب واينا تشاركوا الفيديوهات دينا مع الاصدقاء ديكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله للجميع ودبا نخليكم الاخير بسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى